يمكن خلال الأيام اللي فاتت كان فيه كلام كتير على احتراف لعيب من اللعيب المميزة وهو رمضان صبح لا بيرامدز كان فيه كلام انه هو هيمشي عن الفريق عرفنا ان اقدار بيرامدز رفضت رحيل اللعب باعتباره احد العناصر الاساسية ورئيسية الفريق متمسك في الوقت الحالي بكل العناصر مفيش اي رغبة في التفريد في اللعب خصوصا انه هو من العناصر الاساسية الشابة اللي بيعتمد عليها النادي بشكل كبير جدا وشهدت الأيام الماضية عن بقى تفيد وجود رغبة من جانب نادي انقرة التركي اللي ضم اللاعب رسميا تمطان صبحي اكيد من اللعيبة اللي عندهم شخصية قوية جدا في الملعب مفيد لأي فريق لكن الحالة الوحيدة اللي ممكن تخلي مسؤولي نادي بيرامدز يوفقه على رحيل اللاعب هي وصول عرض مناسب مع وجود رغبة من جانب اللاعب في الرحيل فإن الإدارة وقتها سوف تفكر في الأمن وربما لن تمانع في الموافقة على الرحيل يعني الموضوع مش مقفول بمية في المية رحيل اللاعب مش مقفول مية في مية حسب القيمة أو العقد ليكون موجود رمضان أكيد يكون في تفكير نتمنى التوفيق لللاعب وأكيد لنادي بيرامدز بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر